أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم يا سين والقرآن الحكيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد هق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعنابهم مغلالا فهي إلى الأزقال فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم صدًا ومن خلفهم صدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم إنا نحن 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 المودى ونكتب ما قدموا وآساءهم وكل شيء نعصيناه في إمام مبين واضرب لهم مسلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا رسالسا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا يرسلين اتبعوا ولا يسألكم وجروا وهم مهذبون وما لي ألا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة من يردن الرحمن بذر الله لأني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون إني ظل في ضلال مبين إني آمنت بربكم تسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي أجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من غيود من أسماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم خامدون يا هسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألمعوا كما أغلبنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض المينة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من أخير وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من صمره وما عملت سؤينيهم أفلا يشعون سبحان الذي خلق العزواب كلها مما توبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصنخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقبر قدرناه منازل حتى عدك الأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زريتهم في القذك المشهون وخرقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى خين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلقكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معظين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونبعموا ولو يشاء الله أضرمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون وذفق في السور فإذا هم من الأجلاس إلى ربهم ينسبون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا هذا ما وعلى الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تزلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سور فاكهون هم وأزوادهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازر يوم أيها المجرمون ألما هد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صرات مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كصيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم تعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفوائهم وتكلمنا أجليهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعجلهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نليزه في الخلق فلا يعقلون وما عدلناه شعر وما ينبغي له إنه إلا زكر وقرآن مبين لينظر ما كان حيا ويهيق القول على الكافرين ولم يعروا أنا خلقنا لهم مما أملت سأيدينا ألعابا فهمها بالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يرقلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نسهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن بقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واترب لنا وسنا ونسي خلقه قال من يحيي اللظام وهي رمين قل يريها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقضون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر الملاء أن يخلق مثلهم ملاء وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيليه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيليه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فعوذ بالله من الشعظان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم يا سين والقرآن الحكيم يا سين والقرآن الحكيم إنك ذا من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد هق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مغلانا فهي إلى الأزقال فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ما يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم إنا نحن نحن المودى ونكتب ما قدموا وآساءهم وكل شيء نعصيناه في إمام مبين واضرب لهم مسلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم إثنين فكذبوهما فعززنا رسالسا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تببون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا يرسلين اتبعوا من لا يسألكم وجروا وهم مهبدون وما لي ألا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بذر الله لأني شفاعتهم شيئا ولا ينطبون إني ظل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لرب يجعله من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من غيود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا هسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أغلبنا قبلهم من الخرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميدة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من أخير وأعنام وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملت سؤينيهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواد كلها مما توبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصنخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عذك الأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زريتهم في الفلك المشهون وخرقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معظين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وعنبعموا ولو يشاء الله أضرمه إن أنتم إلا في الضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجلاس إلى ربهم ينسبون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعن الرحبان وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تزلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سور فاكهون هم وأزوادهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتازر يوم أيها المجرمون ألما هد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صرات مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كصيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم تعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفوائهم وتكلمنا أجليهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعجلهم فاصلبوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لنسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نليس في الخلق أفلا يعقلون وما عددناه شعر وما ينبغي له إنه إلا زكر وقرآن مبين لينظر ما كان حيا ويهق القول على الكافرين ولم يعروا أنا خلقنا لهم مما أملت سيدينا ألعابا فهم لها بالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يرقلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نسهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا وسنا ونسي خلقه قال من يحيي اللظام وهي رمين قل يويها الذي أنشها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقضون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر الملاء أن يخلق مثلهم ملاء وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيليه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيليه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم يا سين والقرآن الحكيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد هق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مولانا فهي إلى الأزقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم إنا نحن نحن المودى ونكتب ما قدموا وآساءهم وكل شيء نعصيناه في إمام مبين واضرب لهم مسلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا رسالسا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون جاء من أقصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا مرسلين اتبعوا ولا يسألكم وجروا وهم مهددون وما لي ألا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة من يردن الرحمن بذر الله لأني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون إني ظل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لرب يجعله من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من غيود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا هسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أغلبنا قبلهم من الخرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن قلوا لما جميع لدينا محضرون وآيق لهم الأرض المينة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من أخير وأعنام وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملت سؤينيهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواد كلها مما توبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصنخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك الأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زريتهم في القلك المشهون واخرقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحة من نار تاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معظين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ومبعموا ولو يشاء الله أضرمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون وذفق في السور فإذا هم من الأجلاس إلى ربهم ينسبون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعلى الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تزلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في صور فاكهون هم وأزوادهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وانتازر يوم أيها المجرمون ألما هد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صرات مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كصيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفوائهم وتكلمنا أجليهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعجلهم فاصلبوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لنسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننجزه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا زكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما أمنت سيدينا ألعابا فهمها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يرقلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نسهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن بقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعرضون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نظفة فإذا هو خصيم مبين وأضرب لنا وسنا ونسي خلقه قال من يحيي اللي ضار وهي رمين قل ليهيه الذي أنشاه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقضون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر الملاء أن يخلق مثلهم ملاء وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيليه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيليه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون